اليوم كان فيه ظروف صعبة اللي هي الأول نص ساعة تقريبا أو الشط الأول كامل كان فيه مطر ومطر غزير مع كذا لا أرضية الملعب كانت ممتازة وأيضا اللعيبة كانت تعاملهم مع الكورة وفي أثناء المطر ما كان عندهم صحيح أن المنافس ما هو هذا المنافس القوي ولكن يحسب للعيبة تأقلمهم مع الجو الصعب أو الظروف المناخية الصعبة أيضا الطريقة الجديدة أنا أقول أن منشيني اليوم أصبحوا رأس الحربة للرأي العام الرأي العام منشيني كان ممكن أنه يستمر بنفس الأسماء اللي بدأ فيها أول معسكرين اللي هم دائما يمثلون المنتخب نتكلم عن فراس البرايكان محمد كنو شي اسم سلطان غنام فهد المولد الأسماء اللي دائما تكون في المنتخب منشيني بعد معسكرين اختار أنه يسلخ جلد المنتخب ويختار لعيبة جدد اليوم لو كنا على الفريق السابق أو المعسكر السابق ولعب الفريق في آسيا وخرج من آسيا راح يكون عذر منشيني واضح أنه أنتم مثلا ككرة سعودية ما فيها لعيبة جيدين أو عندكم أو الأعذار اللي دائما تكون أعذار جاهزة لكن اليوم الرأي العام كله أو أغلب الرأي العام يتكلم عن وجود لعيبة خارج المنتخب يستحقون أن يكونون داخل المنتخب نتكلم عن لعيبة كثير يعني مو موب واحد أو اثنين في ظل هذه الاختيارات أو في ظل هذه الأسماء احنا نشوف أن فيه ستة إلى سبع لعيبة خارج المنتخب ممكن أن يكونون في المنتخب ممكن أن يكونون أساسيين يتقدمهم طبعا فراس وسلطان محمد كنو مصعب الجوير أحمد الغام ذي أسماء المجحد كل هذه الأسماء تستطيع أن تلعب مع الأسماء الموجودة اللي اليوم اللي اليوم لعبت أساسي اليوم إلى أن خرجت التشكيلة أنا أتوقع أن تسعين في المئة من الجمهور السعودي ما يعرف من اللي بيلعب في المبارا وتشكيلة جديدة مغامرة صحيح أنها أمام المنتخب الباكستاني ولكن إذا كان هذا المنتخب هو اللي بيكمل وهو اللي واضح أنه بيكمل آسيا أتوقع أن منشيني وضع نفسه في مواجهة للرأي العام الرياضي السعودي لأن في حال لو لم تكون النتائج جيدة في آسيا لو لم نصل إلى النهائي أو دور الأربعة على أقل تقدير راح يكون هو المتحمل الرئيسي لمثل هذا الشيء هو منشيني بسبب أنه في أسماء كثيرة كانت تقدر تفيد المنتخب واستغنى عنها منشيني في ظل هال 26 لاعب اللي يختارهم اليوم أتمنى إن شاء الله أن منشيني يتوفق زي ما توفق اليوم وأن نصل إلى أبعد نقطة في كأس آسيا بإذن الله